وخلال اجتماعي جامعة الدول العربية أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة سفير مهند العكلوك أن هدف إسرائيل هو التهجير القصري للشعب وهو هدف واضح في كل سياسة إسرائيل ولم يبدأ ذلك منذ 7 أكتوبر بل منذ سنوات طويلة وأشار إلى أن إسرائيل أضافت لتاريخها جريمة الإبادة الجماعية بعد قتلها أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني دمن أكثر من 25 ألف شخص استشهدوا للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 اعتمد مجلس جامعة الدول العربية مصطلح جريمة الإبادة الجماعية في وصف كل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل قوة العدوان قوة الأبرتايد قوة الإبادة الجماعية اليوم تضيف إسرائيل مرحلة جديدة لتاريخها من الجرائم والدموية وهي الإبادة الجماعية فمجلس الجامعة اليوم وضح بأن قصف المدنيين تدمير مئات آلاف المنازل قتل عشرات آلاف المدنيين الأبرياء سبعين بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء وترافقت هذه الجرائم كلها مع خطاب إبادة جماعية واضح جداً يقوله بلا تردد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه ترجمة نانسي قنقر